زوجي كنا بداخل المملكة وزعبنا للعمرة وأنا نويت الإحرام من المنزل ونويت في الطائرة عند الميقات ولكن زوجي لم يفعل لأننا قضينا إلينا في جدة ونوى وأحرم من جدة فالتقبل عمرته وهنا عليه دم هنا عليه دم لماذا؟ أنه مر على الميقات بدون إحرام ولم يرجع إليه الأصل أنه طالما مر على الميقات بينوي من الميقات يكون جاهز بلبس الإحرام ويقول عند الميقات لبيك اللهم أمره تجاوز الميقات وجاب إلى جدة وقد تجاوز الميقات ففي هذه الحالة الأصل أنه يذهب إلى هذا الميقات أو أي ميقات آخر زي السيل الكبير مثلا لعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الموقيت هنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فيمر على ميقات لكن يمر على ميقات لا يحرم ويحرم من دون الميقات ففي هذه الحالة عليه دم فعليه دم فقط سك كده يجيبه في الحرم وتكون العمر مقبولا إن شاء الله عز وجل هل يجوز أخذ الراتب على تحفظ القرآن؟ قال نعم يجوز ذلك مع تحسين النية قال شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله تعالى في شأن أخذ المال على القربات قال فرق بين من فعل ليأخذ ومن أخذ ليفعل يعني إيه؟ يعني فيه فرق بين الإنسان اللي هو يريد أن يحفظ القرآن ويستحضر الأجر خيركم أن تعلم القرآن وعلمه وينصر تحفظ القرآن في ربوع الدنيا وأنه يكون سبب في نشر هذا الخير ونقل القرآن إلى الصدور وأنه يكون يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى فحريص وفيأخذ عشان يقدر يستمر فهذا مأجور بفضل الله وقد قال فيها مثل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر قال إن أحق ما أخذتم عليه أجراء كتاب الله فهذا جوز في هذه الحلالة حراش لكن من حفظ لأجل المال هنا بقى النية فيها مشكلة يجب أن يصلح النية يعني هو بيأخذ مال عشان يكمل تحفيز هذا عظيم لكن وخدها مهنة هنا علي أن يصحح النية فقط فخلصة الأمر يجوز أخذ الأجراء على تحفيظ القرآن مع تحسين النية والله تعالى أعلم